القانون مش عجبني مش عجبني مش عجبني وانا شخصيا مش عجبني ان رئيس المحكمة الرياضية يبقى رئيس اللجنة الولومبية وشايف ان الاهلي عنده وجهة نظر محترمة في الموضوع ده ولكن وجهة نظري في القانون لا تدعوني الى خرقه ذي اللي مش عاجبه قانون التظاهر فينزل يتظاهر عشان يقولهم انا مش عجبني قانون التظاهر التزلوا القانون وابيرهم هتستفزيني ولا ايه لا يا حبيبي انا بديلك امثلة القانون 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 عجبنا ما عجبناش لازم يحكمنا بعد كده نغيروا بالوسائل هو فين النص اللي بيحكمك انا عايز نص ما ده موضوع تاني بقى ممكن اسألك سؤال ممكن اسألك سؤال ودي برضو شغلاني انا دلوقتي يسيبك بقى من كل خلافاتنا على البنوت احنا مختلفين مش عالاشخاص لا مش عالبنوت احنا مختلفين على مبادئ عامة مبادئ عامة ماشا احنا مختلفين على مبادئ وردت في هذه اللقاح خلاص لكن في الاخر هي بنود تحولت الى بنود سياغات جوه بنود بعضها اصيغ بطريقة جيدة بعضها محتاج مراجعة في السياغ وده الحوار المجتمع لكن اللي انا عايز اقوله انا النهاردة مش عجبني القانون طيب تعالى نمشي في المصارين جنب بعض النادي الاهلي مش عاجبه وبيقول انا من حقي وانا مش هلتزم بالجواب بتاع اللجنة الاولمبية اللجنة الاولمبية بتقوله انت لعمل الانتخابات بتاعتك بالطريقة دي وتجهلت القواعد اللي حطها لك اللغنة الاولمبية مش هنعترف لك بالجمعية العمومية ومنسمى ليحتك حيقول لا انا هعملها هتيجي الجمعية العمومية حاجة من اتنى ماشي يتقر اللائح يترفضها هي ما يكتملش النصاب حاجة من ثلاثة ماشي اذا اقرتها وهو احد الاحتمالات اللي موجودة موجودة بقوة اذا انا هعمل ايه عشان انفذ هذا الكلام على ارض الواقع اشتركوا في القناة